ينضم إلينا من إسطنبول ياسر النجار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية مرحبا بك أستاذ ياسر في هذه النشرة ماذا تمثل غارات قوات الأسد اليوم على بنشو استمرار الخرقات في حلب رغم الإعلان عن تمديد الهدنة يعني حلب هي السقب الأسود الذي ابتلع الحرس السوري الإيراني والذي ابتلع المرتزقة الشيعة نرى الآن التصريحات والأفعال على الأرض أنها عملية انتقام ليس إلا عندما تباشر طائرات النظام الأسواق المدنية وقبلها بيومين تباشر أيضا وتقصف مخيمات للاجئين على الحدود السورية نفهم أن هذا الأمر هو مجرد عملية انتقام ليس إلا من الحاضنة المجتمعية وليست استهداف للقطع العسكرية أو لأماكن التماس الأمر واضح وجلي النظام السوري ومن معه عاجزون على أن يتقدموا على الجبهات ميدانيا وبالتالي ينتقمون من الأسواق الشعبية التي يتواجد فيها النساء والأطفال وأيضا من المخيمات هؤلاء الذين نزحوا وهربوا بأنفسهم على الحدود السورية التركية عسى ولعل تحميهم أو تقيهم من طيران النظام أقوله بشكل صريح أن النظام السوري يريد هدنة على القياس يريد أن يفصل هدنته كما يشاء هو يريد هدنة تسمح له بقتل المدنيين واستهداف الأسواق والمخيمات ويريد هدنة تعطيه أمام الرأي العام العالمي على أنه صاحب المبادرة العسكرية وأنه صاحب القوى العسكرية ولكن على الأرض غرفة عمليات جيش الفتح هي التي أصبحت أنها هي الصخرة التي تحطم عليها الغرور الإيراني وغرور قاسم سليمان على وجه التحديد نعم بالأمس كان هناك اجتماع في باريس كما تعلم حول سوريا بحضور رئيس هيئة التفاوض رياض حجاب كيف يمكن للمعارضة استغلال هذه الاجتماعات لكشف جرائم الأسد وعدم التزام النظام بأي تعهدات يعني أنا أرى أن التحضير للاجتماعات التي ستحصل في غرفة مجموعة الدعم أو غرفة مجموعة الدعم للقضية السورية هي التي الآن المطبخ السياسي الآن اجتماعات السيد رياض حجاب والسيد وزير خارجي عادل جبير رسالة مفادها إلى أنه صحيح أن روسيا قدمت أنها صاحبة القرار وأن الدول الصديقة ودول مجموعة الدعم العربية أيضا أو الدول الأصدقاء الشعب السوري وصلتها الرسالة روسيا قدمت الرسالة من خلال المهرجان العسكري أو الاستعراض العسكري التي قامت به في اللاذقية ومن قبل احتفالات قامت به في تدمر من أجل مناسبة خاصة بها بانتصارها على النازيين كانت لسالة واضحة على أن هي صاحبة القرار في الحل السياسي الآن ما أتصوره أن غرف المطبخ السياسي الذي يدعم السوار والمعارضة السوريين يريدون أن يحضروا رسائل واضحة وجلية على أن روسيا إما أن تكون مسؤولة بشكل واضح ومباشر وتضغط على هذا النظام لكي يقوم بواجبات اتجاه العملية السياسية ويعطي تجاوبا بالعملية السياسية وليس الدعم بالحل العسكري وإما أن تكون روسيا هي صاحبة إفشال العملية السياسية نعم بالنسبة للبيان الأمريكي الروسي الذي صدر بالأمس الذي يطالب بوقف الأعمال القتالية في سوريا ولكن لا شيء تحقق على الأرض فأين الدور الروسي الأمريكي لوقف تجاوزات النظام يعني أنا أرى حقيقة أن روسيا تصدن خلال هذه البيانات رسائل مفادها أنها هي والجانب الأمريكي اتفقا هي والجانب الأمريكي متفقين على حل الأزمة في سوريا ولكن حقيقة الأمر نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت خطوتين إلى الخلف وأن الروس هم من يقدمون الرسال أنهم أصحاب القرار فيما يحصل في سوريا لذلك روسيا يجب عليها أن تحسن قرارها إما أن تعادي كل هذه المجموعة الصديقة للشعب السوري وتكون قرارها فقط بإبقاء الأسد وإما أن تكون هي صاحبة قرار في دعم الحل السياسي أنا أرى حقيقة أن الرسالة أيضا موصولة إلى جانب النظام والإيرانيين روسيا استطعت أن تقدم رسالة أن الإيرانيين والنظام الأسد عندما لم يستعينوا بها كان موقفهم سيء جدا على الجبهات وكان أعداد القتلى بالعشرات كما رأيتم لذلك هي تريد أن تقول أنها فقط تستطيع أيضا أن تحسن الحل العسكري إذن الرسالة واضحة رسالة إلى الفريق من طرف النظام وهي أن روسيا فقط تستطيع أن تحسن عسكريا لا إيران ولا النظام ولا المرتسق القادرون ورسالة إلى الدول الصديقة للشعب السوري أنها هي التي تستطيع أن تقوم بإيجابية باتجاه الحل السياسي نعم من إسطنبول ياسر النجار عضو المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية شكرا جزيلا لك